هنروح لكرة اليد سيدات الحمد لله نمسك الخشب احنا متصدرين المجموعة الفريق الوحيد في الدوري كرة اليد سيدات الذي لم يلقى اي هزيمة حتى الان كل الفرق على الالي خدت هزيمة او اتنين الحمد لله نادي الالي سيدات ماشي كويس بقرادة كابت ناحي يوسف كان عندنا مباراة مع نادي الشمس مين يومين استطعنا ان احنا نحقق الفوز بنتيجة سبعة وعشرين وواحد وعشرين مبركة لعبة عصالة الامير عبدالله الفصل وكان الشوت الاول خلص بناتيجة 13-11 يمكن كان فرق أهدفين ولكن في الشوت التاني استطاعنا بشكل كبير ان احنا نوسع الفرق لازم نعرف حضراتكم ان الست فرق لتقهلية المرحالة التانية من الدوري هم الاهلي والشمس والطيران وسبورتينق والزمالك والجزيرة من المجموعة التانية المجموعة الاولى ثلاث فرق ومجموعة التانية ثلاث فرق دول الستة اللي هلعبوا السوبر بأن نلعبوا بقى المطشاط المجموعة هتبقى أكيد أقوى أكيد أحسن من الدور اللي قبل كده كان فيه مطشاط كتيرة جدا من طرف واحد ولكن الدور اللي بعد كده اللي فيه ست فرق هيبقى أقوى بكتير ونتمنى كل التوفيق أكيد لكابتن إحا يوسف فيه شغل مبزول وفيه جهد نتمنى لهم التوفيق وبفكركم الفرقة دي خادت التلات بطولات السنة اللي فاتت نتمنى لها إن شاء الله السنة دي يحصلوا التلات بطولات مرة أخرى طيب هنروح لكرة السلة يمكن كرة السلة كان عندنا يعني آخر حاجة كان مباراة للاتحاد لم نوفق فيها طبعا عندنا إصابات مش محتاجة للكم إحنا طبعا كان فيه راحة بعد المباراة مستر أجوش تيبوش رجع الفرقة تاني التدريب عندنا المباراة اللي جاية يوم السبت القادم هتكون معها سبورتي هتبقى فيه اسكندرية مباراة برضو مش سهلة طبعا أكيد في ظل الغيابات المتواصلة عندنا ولكن عندنا بعض الأخبار الإيجابية إن شاء الله لفرقتنا أنا وعايز أتكلم معاكم يعني أكتر في الباسكت بس خلينا نقول إن طبعا يتمنى الشفاء لمروان سرحان عمل عملية في دراعه طبعا في صباعه المكسور مفترض إن شاء الله يكون يشارك في التدريبات في النص الثاني من فبراير ممكن في أول وفي آخره على حسب حالته واستعداده البدني والعلاج الطبيعي لأن طبعا هيبقى ريست إيده فيه تيبوس الكوع حاجاته يحتاج على الطبيعة عشان ترجع لكامل حركتها بالكامل يعني مشوار الدراعي يبقى كامل في الحركة عندنا كمان بعض الأمور المهمة إن إحنا في المركز التاني أنا عايز أقول لكم أول زي تاني في الترتيب ما فرقتش كتير المهم إن هم بيتجنبوا بملاقات بعض في الأدوار قبل النهائي أو دور التمانية طبعا دور التمانية عاكيد بس قبل النهائي ما بيقبلوش بعض فبيقبلوا بعض لو قبلوا بعض بيقبلوا بعض في النهائي أنا بس عايز أتكلم حضراتكم في بعض الأمور بتخص مطش الاتحاد السكندري المباراة خلصت 185 على ما تذكر كان فرق 15 نقطة بس فيه حاجة مهمة جدا لازم ترفوح لدينا أربع لعبين غايبين عندنا سيف سمير وبالمناسبة سيف سمير إن شاء الله هيكون جاهز خلال 10 يام إنه يلعب ما عندوش أي مشكلة إن شاء الله 10 يام هيكون في الملعب فسيف إصابته قريبة إن شاء الله هيكون موجود فسيف ما كانش بيلعب عندك مروان سرحان ما بلعبش عندك أحمد حمدي ما بلعبش عندك إهاب أمين أنا باعتبره ما لعبش ليه ما لعبش برغم نشارك إهاب أمين راجع من إصابة طويلة أو عملية جراحية مش إصابة شد أو جاز علاقة راجع من عملية الزايدة فإهاب أمين محتاج مطش واثنين وثلاثة يلعب فإهاب أمين أنا باعتبره ما شاركش المباراة اللي فات هي مباراة لتجهيز إهاب أمين فأنت عندك قوة ضربة في الهجوم ما لعبش عندك ثلاث لاعبين ما لعبوش الحاجات الإيجابية بقى إن أنت بالرغم من غياب الهدفين دول أنت حاطت 85 بونت أنا بقول لكم بالأرقام 85 بونت في غياب أربع هدفين منهم التوبس كورر بتاعك فأنت حاطت أعلى من المعدل التهديف إذن أنت تمام كهجومية دفاعيا آه كان ممكن يكون عندنا بعض المشاكل الدفاعية ولكن تحت أي ظرف من الظروف الاتحاد السكندري كان موفق قوي الاتحاد السكندري معدله مش 100 نقطة معدل تحاد السكندري في الستينات والسبعينات الاتحاد السكندري كان موفق بشكل كبير في أوقت بتمر على الفرقة وإحنا كنا كن لعيبة بنحسها بنقول بشوت من أي حتى بجيب هو يومي كده فالاتحاد كان في الحالة دي والحالة دي مش هتتكرر الكتير يعني إحنا مع الحالة دي دفاعيا ومع الحالة الهجومية دي وتوفيق الكبير للاتحاد خسرنا 15 نقطة طب حاجة تانية مهمة مستر أجوستي بوش لم يتخلى عن سياسته فيه مدربين كتير جدا مش بس في الباسكت لما بيتعرض لفرقة بتطلع عليه جامد بيبتدي يعني يخرج عن السيستم السيستم اللي هو ياخده لعيبة ما تلعبش يركز على خمس ست لعيبة على أمل أنه يعوض الفرق ولكن مستر أجوستي بوش ولا كأنه شايف السكور ليه؟ لأنه بيلعب بسيستم واحدة وعنده هدف احنا فاهمين وعارفين وأكيد جمهور نادي الأليشاف ده هو رايح لهدف هدفه عايز يجهز الصغيرين يعني ده المحمود وليد يعني أنا لو مدرب وبدور على أن أنا أقل للسكور مش هنازل المحمود وليد في التالت أبدا مش هنازل عبدالله ناصر مش هنازل لعيبة لسه بتجهز من إصابة فهو بيلعب بنفس السيستم اللي بيلعب بيه لأنه معينه مش هنا عينه آه يكسب لو قدر يكسب ولكن عيني في الفاينالز عيني في الأدوار الإقصائية دي الحاجات الإيجابية الكتير اللي شفناها واللي لمسناها وبالمناسبة عايز أقول لكم حاجة يمكن بعد المباراة أنا تقابلت مع كابتن عدل القيعي الحقيقة بعد كان طبعا كابتن الكبير عدل القيعي وهو من أشد المتابعين الحقيقة للألعاب الأخرى وتنقشت الحوار كنا بندور في نفس النقطة دي يعني حتى بالعين يعني المهتم والمتابع زي كابتن عدل القيعي شاف ده والله حتى أنا قلت له يا كابتن انت حداك يعني اتفرجت علينا في سعود قليل لا والله يا ابني ده أنا بقول كده من منطلق اللي شفت فهو الفكرة أنه في حاجات إيجابية وفي حاجات طبعا سلبية السلبية احنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة أنه هما ان شاء الله هيعالجوا ده ولكن الإيجابيات أنا شايف إيجابيات كتيرة جدا 85 بنت في غياب 4 هدفين ده نسبة عالية جدا معنا كده أن انت جهست لعيبة ما كانتش بتحط سكور انت قلت له يا جماعة انتوا بتحطوا وتقدروا أبو الناصر حتى 20 نقطة تومسون حتى 10 نقاط عندك عمر الجندي يعني انت جهست اللعيبة بعيدا عن أو بعيدا عن هدفينك زي سيف وزي هاب أمين وزي أحمد حمدي كان بيحط سكور فإذا ندوا كل دي حاجات إيجابية معلش أنا اتكلمت في الموضوع ده لي أنا حب دايما المطش اللي افتكروا اللي اخسروا ليه لأنه هو ده اللي بيعلمني إنما كسبان أنا كسبت خلاص المكسب يغطي على كل شيء لسه بدري لسه عندنا الدور الثاني 7 مطشات إن شاء الله نحافظ على الأول أو الثاني في الترتيب عشان نطلع نرتاح في الأدوار الإقصائية بإذن الله عندنا مباراة مهمة جاية في يوم 8 مع سبورتنج وراها مصر للبترول أو مباراة لا أسف مصرية التصالات هتبقى يوم 11 واحد إن شاء الله ودي مباراة مهمة طيب خلينا نروح للبنات البنات عندها خامس جولة في دور السوبر هنلاقب مصر التأمين المباراة خلصت منذ قليل 88 72 مباراة بدأت الساعة 6 وكنا متابعينها عشان نجيبها نتيجة لحضركم خلصت 88 72 مبروك خمس مكسب على التوالي وده برضو نفس القصة في الرجال ماشيين كويس كابتن علي هاشم كسب كل مطشاته حتى الآن كان مطش مع اليوبلس كسبنا 30 بنته وده كان حاجة يعني مش طبيعية برضو كنا موفقين وهم برضو كان عندهم عدم توفيق بس هو اليوبلس فريق خوي فطبعا الأربع مطشات اللي فاتوا الشمس التران سبوح اليوبلس دول اللي كسبناه وطبعا بالإضافة لمطش مصر التأمين الحمد لله ماشيين كويس ربنا يكرمهم برضو نطلع أول أو تاني عشان نتجنب نلاقي بعض إحنا أو سبورتنج نقابل بعض في النهائي ويبقى إن شاء الله نهائي قوي طيب هنروح لنشيئات سلة الأهلي نشيئات سلة الأهلي يتوجنا ببطولة القاهرة فريق نشيئات بقيادة كابتن أحمد حسب النبي تحت 16 سنة فازوا بتوت الجمهورية بعد ما فازوا طبعا على الظهور والمناسبة اللي بينافس الجيل ده هو الظهور فازوا بقديه ب62-43 نتيجة كبيرة وفريق تعملت مطش كويس من ناحية الدفاعية والهجومية وفرضوا كلمتهم عن مطش منذ البداية للنهاية طبعا بنقول لهم 1000 مليون مبروك ليه بنقول 1000 مليون مبروك كمان مهم إن احنا نجيب أخبارهم لأن دول هم نواة المستقبل 16 سنة و18 سنة في البنات بيتم الاستعانة بيهم بشكل كبير في الدرجة الأولى يمكن الدرجة الأولى مفيش 20 سنة يعني مفيش سن 20 سنة في البنات فيه 14 16 18 درجة أولى فإذا 16 18 فيه لعيبة فيه لعيبات من 16 بيتمانوهم مع الدرجة الأولى آه ده في السيدات كده غير الرجال فطبعاً بنقول لهم ألف من يوم مبروك ألف من يوم مبروك كابتن أحمد وإن شاء الله اللي جاي أفضل لكم بإذن الله